أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الأدادي أهلا بكم معنا في حلقة جديدة وبرنامج مدرسة على الهوى طبعا إحنا انتهينا في الفترة اللي فاتت من الوحدة الأولى وأجزاء كبيرة من الوحدة الأولى وزي ما احنا المرة اللي فاتت خلصنا أنواع الخبر واتفقنا إيه الوقت ما أسعفنا شوية إن إحنا نبدأ في درس من مكالم الأخلاق أو نص من مكالم الأخلاق وطبعا النص بان من عنوانه يعني إحنا دايما بنون إيه باخد وبستنبط أنا بستنبط الموضوع اللي موجود عندي من طريق العنوان من مكالم الأخلاق يبقى أكيد وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أكيد الحديث ده بيشمل مجموعة من المكالم أو مجموعة من الخلاق أو مجموعة من الصفات الطيبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا إن إحنا نعملها وإن إحنا نقوم بها عشان خاطر المجتمع يبقى أهم حاجة نعرف إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الهدف منها هو صلاح المجتمع الهدف منها إن إحنا نكون في مجتمع راقي فإحنا لو خدنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المجتمع بتاعنا هيبقى من أروع ومن أفضل المجتمعات نشوف نخش بسرعة عشان الوقت معانا بيجري بسرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة لما يجي يقول لي راوي الحديث مين أبو هريرة أخرجه مين مسلم أو رواه مسلم نفس الاثنين الاثنين واحد ومن هو أبو هريرة أبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر الأزدي وهو صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولما سمي بأبي هريرة اتسمى بأبي هريرة ليه لأنه كان دايما يمشي وفي قطة صغيرة كانت ملازمات وهريرة يعني قطة صغيرة هو تصغير لكلمة هرة تصغير لكلمة هرة فلذلك سمي بأبي هريرة وكان من أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نجد أن معظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية مين سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه طيب الحديث بيقول ايه ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة اي ان مال الصدقة التي يتصدق بها الانسان لا يقل وهنقول ازاي وما زاد الله عبدا بعفو الا عزة يعني كلما ازددت عفوا للناس كلما ازددت عزا بينه وما تواضع احد لله الا رفع طيب تعالوا نشوف الشرح بتاع الحديث انا عندي اول جزء من عندي ما نقص مال من صدقة اي ان مال الصدقة مال الصدقة الذي نتصدق به لا ينقص يعني ايه لا ينقص يعني انا دلوقتي لو قابلت حد غلبا وقمت مديله خمسة جنيه وانا في جيبي مية جنيه هرجع على ايه مية جنيه زي ما هي لا ايه المعنى ايه المعنى ما نقص مال من صدقة تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان المتصدق وكثير الصدقة تلاقي ربنا بيباركله في المال ازاي بيباركله في المال اولا تلاقي نفسك انت مثلا حاطت لنفسك قدر معين في السنة ان انت هيطلع لك الف جنيه اه عشر تلف جنيه ملاش الف جنيه دي وهتتصدق ب الف جنيه تيجي في اخر السنة تلاقي العشر تلف جنيه زي ما هم طب هل انا الكلام ده انا فتحت الدولايب خدت الالف جنيه رجعت لقيتها عشر زي ما هم من التسعة لا مفيش الكلام ده كله تلاقي ربنا بيفتح لك ابواب رزق تانية ربنا سبحانه وتعالى انت ليك ابواب رزق محددة انت اللي محددها والانسان لما يحدد ابواب رزق استحالة في فضل زمهية لان من هو الرزاق الله سبحانه وتعالى لما تلاقي نفسك فجأة طلع لك شغل اوجت لك اي شغلانة هتاخد عليها فلوس كويسة طلع لك اي زي ما بنقول كده عملت حاجة كنت متوقع ان المكافأة بتاعتها مثلا 500 جنيه لقيت المكافأة بتاعتها 1000 جنيه تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك من حيث لا تحتسب طب ايه تاني انا عندي في حاجة يعني حلو قوي الانسان لما بيموت ربنا يديك وكلكو طلط العمر الانسان لما بيموت ربنا سبحانه وتعالى الملايكة بتاخده وتطلع بيه الى السماوات ويشوف مقعده من الجنة ومقعده من النار لان كل انسان بيبقى له مقعدة انت اللي بتختار الطريق بتختار طريق الجنة ولا طريق النار فالانسان الصالح بيشوف مقعده من النار ويعرف قيمة الصداقات قد يقول ايه ربي لو لا اخرتني الى اجل قريب فالصدق يا سلام يعني يطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يمدله في عمره وانه يرجعه للدنيا تاني عشان يتصدق ما قالش عشان اعتمر ما قالش عشان احج ما قالش عشان خاطر اصلي كتير ازود في الصلاة ما قالش عشان خاطر ان انا ابني مسجد اتصدق لانه عرف ما قيمة الصداق هو عرف قيمة الصداقات وان اللي رفع منزلته يوم الايامة او في الجنة هو الصداقات وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا كلما ازددت عفو عن الناس وانت قادر وانت قادر على العفو وليس جبنا منك يعني انت بتعفو عن الناس وانت قادر انك انت تعاقب الناس يعني لديك الخيارين العقاب والعفو فان عفوت اعزك الله فان عفوت اعزك الله وزاد من قيمتك بين الناس لكن مش جبن في فرق ما بين العفو بالجبن ان انا ادعي العفو انا بتدعي النهاردة ان انا عفو بعفو عن الناس وفيه فرق ما بين اننا بعفو عن الناس لاني امتلك العفو والعقاب انا بامتلك الايه بامتلك الاتنين عفو يعني مسامحة اننا سامح الناس يعني اننا اسامح الناس طيب اول شرط اننا كن قادر طيب فيه شرط قابلي ده فيه شرط قابل اي عمل احنا بنعمله في حياتنا اي عمل احنا بنعمله في حياتنا حلو طالما لوجه الله سبحانه وتعالى يبقى ده انت بتاخد الصواب العظيم اذا هو انا ممكن اعمل عمل صالح بدون نيتي انها تكون لوجه الله سبحانه وتعالى انت ممكن تعفو على واحد عشان خاطر واحد يعني يقولك ايه اصله يبقى قريب فلان اصله ابن عم فلان انت هنا ما عفوتش لوجه الله سبحانه وتعالى انت هنا عفوت الايه عشان خاطر صلة القرابة عفوت من اجل البشر وليس من اجل رب البشر يبقى انا هنا عندي في شرط من شروط العفو ايه او التسامح ايه هو ان يكون العفو لوجه الله سبحانه وتعالى انا عفيت عشان البلان ده لان ربنا سبحانه وتعالى قال العافين عن الناس ان العافين عن الناس لهم ما كان علي عند الله سبحانه وتعالى لكن عفيت عشان خاطر شخص فاستنى بقى اخد اجرك من هذا الشخص وما تواضع احد لله الا رفع ما تواضع يعني لم يتكبر احد على الناس الا ما رفع الله منزلته عز وجل يعني ايه الكلام ده يعني الانسان المتكبر منزلته وضيعة ما بين الناس منزلته بتقل ما بين الناس هندى مثال صغير تعالى شوف الموظف الكبير المسئول الكبير اوي لما بيبقى مسئول عن حاجات كتيرة جدا وبيتحكم في مصائر بعض الناس بالرغم من المصائر بيد الله سبحانه وتعالى لكنه بيظن ان مصير الناس في ايده اشتغل حلو اوي طول ما هو في الخدمة عمل يشت خط وينطر ويزعى ويتكبر عن الناس ويتعالى على الناس تعالى للراجل ده بعد ما بيطلع معاش شوفه هيبقى عامل ازاي شوف الناس هتتعامل معه ازاي شوف الموظفين اللي كانوا مرؤوسين عنده في شغله هيتعاملوا ازاي بعد خروجه على المعاش اكيد الوضع هيختلف طول ما انت كنت تتكبر في حياتك اسناء مسئوليتك واسناء توليتك لاي منصب من المناصب العالية اكيد اول ما هتطلع انت النهاردة عمل بتكلم الناس بمنتهى العجرفة بمنتهى التكبر بتتحكم في ما يعنيك وما لا يعنيك تلاقي الناس طهقانين مخنوقين منه واول ما الشخص ده يخرج على المعاش او يسيب الخدمة تلاقي الناس ربنا سبحانه وتعالى عزه في وقت من الاوقات لكنه استخدم العز اللي هو موجود فيه والمنصب اللي هو موجود فيه والمكانة اللي موجودة فيه استخدمها ضد مصلحة الناس استخدمها من اجل التكبر مع الناس التكبر على الناس اول ما البني ادم ده يخرج برا المنصب بتاعه تحت اي بند تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ازله يبقى الانسان لما يتواضع ربنا بيرفعه سواء كان في المنصب او برا المنصب يعني سواء كنت في المنصب او برا المنصب ربنا سبحانه وتعالى يعزك ويرفع من قيمتك تطلع بعدما تطلع على المعاش بعدما تسيب المنصب لتحت اي مسمى من المسميات تلاقي الناس كلها في ظهرك تلاقي الناس كلها في جنبك تلاقي الناس بتحترمك بتقدرك يبقى ما تواضع أحد لله إلا إيه رفع بس بشرط التواضع لمين هل هو يعني كنوع من أنواع بنقول عليه إيه الدعي أنا واحد بيدعي التسامح واحد بيدعي التواضع هل الكلام ده نوع من أنواع النفاق لا كل حاجة احنا بنعملها الواجه الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيدينا أكازيونات كباية الماء وانت بتشربها لو عملتها الواجه الله سبحانه وتعالى تأخذ عليها سوا من روحك للمدرسة الصبح وانت رايح للمدرسة كل يوم رايح عشان حصلة الألعاب ولا رايح عشان تتعلم ولا رايح عشان تخدم دينك واجه الله سبحانه وتعالى انت كده كده بتروح ما احنا مشكلتنا في كده مشكلتنا في أننا ما عندناش ازاي أو عندنا ثقافة ازاي أن احنا نقدم النية قبل كل عام نبدأ من عمل صلاحة كتير أول لكن مع ذلك في مشكلة بالنسبة لنا أن احنا ما بنقدمش النية يبقى أنا عندي ده شرح الدرس ما نقص ماله من صدقة ما قل ماله الصدقة ماله الصدقة دي لا يقل ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا كلما ازداد الإنسان عفوا للناس وهو قادر على العقاب كلما أعزه الله ورفع من قيمته وما تواضع أحد لله إلا رفعه إن كان توضعك لله سبحانه وتعالى وليس نفاقا للناس فهذا يرفع من قيمتك تعالوا نشوف مواطن الجمال ونبدأ نتكلم معاه بعد مجموعة من الأسئلة على النص وبعد كده نكمل إن شاء الله إن نتبقى في الحلقة جزء مواطن الجمال سيدنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله أن رسول الله بأسطور مؤكد بأن يؤكد صدق رواية أبي هريرة وإضافة لفظ الجلالة الله لكلمة رسول فيه تشريف وتعظيم لمن الله عظيم والله فوق كل شيء يبقى تشريف وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه التي كانت تخص أبو هريرة وصلى الله عليه وسلم التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم بنوع لها جملة اعتراضية يعني جملة اعتراضية جملة موجودة في النص لها هدف وهو الدعاء الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه والدعوة لسيدنا أبي هريرة بأن يرضى الله عنه ما نقص مال من صدقة اسلوب نفي بما غرض التوكيد على زيادة الأموال عن طريق الصدقات كلما ازددت صدقاتا كلما ازددت صدقة كلما ازداد أموالك كلما زاد المال وبارك الله في المال وليس نقصانها وجاءت كلمة صادقة نكرة لتعظيم من قيمة الصدقة والعموم والشمول أي صدقة فيتشمل كل أنواع الصدقات هل الصدقات أنواع؟ نعم للصدقات أنواع الصدقة عندي صدقة قولية اللي هي الكلمة الطيبة صدقة عندي صدقة على الوجه اللي هو تبسمك في وجه أخيك صدقة عندي مساعدة الآخرين صدقة عندي إماطة الأذى عن الطريق أننا لما لاقي حجر وبعده عن الطريق وهذا صدقة وزاعب بجانب الصدقة الأساسية أو رئيسية اللي هي صدقة المال اللي هي مساعدة المحتاجين ماليا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا فاكرين إحنا قلنا حاجة كده شرحناها من الحلقة الأولى أو الحلقة التانية على ما أتذكر أننا لو لقيت نفي واستثناء نفي أهو قدامي اللي هو ما واستثناء بعندي إلا قلنا ده كله على بعضه بنسميه أسلوب إيه؟ أسلوب قصر أو توكيد بالنفي يا أسلوب قصر يا إما أسلوب توكيد بالنفي قصر باستخدام ما وإلا أسلوب قصر عن طريق النفي والاستثناء غرض التوكيد والتخصيص على صفة التسامح والعفو أن الإنسان كلما ازداد عفوا قلنا أعزه الله في الدنيا وفي الأخير ما تواضى أحد لله إلا رفعه آدماء وإلا يبدأ أسلوب قصر عن طريق النفي والاستثناء غرض التوكيد والتخصيص أو التخصيص والتوكيد على صفة التواضع نقص وزاد وتواضع ورفع بين كل كلمتين من هاتين الكلمتين تضاد يبرز المعنى ويوضحه ويفيد أيضا العموم والشمول ده بالنسبة لمواطن الجمال الموجودة عندنا هناخد مجموعة من الأسئلة على الدرس لأن النص النصوص بالجن عبارة عن إيه النص أنا بيجيلي عبارة عن أكمل ممكن أكتب باقي الحديث وده حديث صغير فمشيجلنا فيه تسميع يعني إلا بقى لو جاب أسئلة على طول مواطن الجمال معاني الكلمات وإحنا قلنا معاني الكلمات إيه هي اللي هي قلنا ما نقص مال يعني ما أقل مال عزا يعني وصل لقيمة عالية تواضع يعني عكسها تكبر رفعه يعني زاد من قيمته طيب ماذا أفاد التكرار النفي في الحديث الشريب ما نقص مرم من صدقه ما زاد الله عبدا بعفوين ما تواضع أحد لله إلا رفعه دفع التواهم والظن عن الجاهلين في أن تكون الصدقة الجاهلين دي إيه اسمه مجرور في أن تكون الصدقة سبب للفقر أو نقص المال والعفو سبب للمذلة والهوان والتواضع سبب الإنحطات يعني إيه الكلام ده كله الناس ممكن تفتكر إن أنا لما أدفع صدقات كتير المال ينقص لا المال لا ينقص واحد يفتكر من كتر العفو لما واحد تيه يقولك إيه لا أنا لازم أخذ حق بنفسي ليه عايز تخذ حق بنفسك قالك لأن أنا لو ما خذتش حق بنفسي ممكن يفتكر إن أنا ضعيف وممكن بعد كده إيه يستهيفني لا ما فيش الكلام ده خالص أنت للتنمى بتعملنا الوجه الله ربنا بيعز على طول يبقى هنا إيه والعفو سبب للمذلة والهوان والتواضع سبب الإنحطات لأن الواحد ممكن يتقال نفسه إنه لما يتواضع مع الناس يقولك أسو الناس ما تجيش غير كده لا ما فيش كلمة ده خالص يا جماعة إحنا لازم يا جماعة نعرف إن تكون أسويتنا في الحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسويتنا في الحياة النبي أسويتنا في الحياة ما يعطيه لنا الله سبحانه وتعالى في الآيات وأسويتنا في الحياة واللي بقى المنهج بتاعنا هو كتاب الله وسنة رسوله لازم الحاجات دي ناخدها الحاجات دي المكانيتش هي هتبقى هي المرجع بتاعنا أو هي الدستور بتاعنا اللي هنتعامل به يبقى هنقول على الله السلام الناس لازم تتخلق بأخلاق القرآن الناس تتخلق بأخلاق الأنبياء عندنا إخواننا المسيحيين والمسلمين وكل الأديان عندنا الناس دي كلها يعني المفروض إن انت كمسيحي عندنا أخلاق سيدنا عيسى وعندنا أخلاق سيدنا مريم لازم نتخلق بأخلاق هؤلاء الأنبياء لازم نتخلق بأخلاق سيدنا محمد احنا امتى بقينا يعني بنعاني لما بعدنا عن مين لما بعدنا عن أسس سيدنا عيسى وأسس سيدنا محمد فلازم نعمل ايه لازم نتخلق بأخلاق الأنبياء يعني نقتدي بسلوك الأنبياء نقرأ في سيرة الأنبياء التصدق على الفقراء ده سؤال سبب في بركة المال وضح ذلك من خلال فهمك للحديث الاسلوب بيقول ايه او الاجابة بتقول ايه جبت السؤال ان الصدقة لا تنقص المال بل تزيده والزيادة بان الله سبحانه وتعالى يفتح لك ابوابا من الرزق ما كانت في حسابك احنا قلنا ايه تجي لك من غير ما انت عامل حسابك او ينزل الله سبحانه وتعالى لك البركة فيه ببقية من مالك ربنا يبارك لك فيه طب ازاي ربنا يبارك لي في المال وهو ما زاد شي فيه ناس المال بتاعها بيصرفوه على امراض ربنا سبحانه وتعالى يعافيك من الامراض فيه ناس بتصرف الاموال بتاعتها تحت اي نفقات ممكن ربنا سبحانه وتعالى انت متعود ان انت بتصرف على ابنك واحد واثنين وثلاثة فيه بنود كده بنصرف عليها ايام المدارس يقولك لأ ربنا يكرمك ان انت تتابع ببرنامج مدرسة على الهوى وتلاقي برنامج مدرسة على الهوى ابنك استفاد منه فتضطر انك ما تدروش درس وتقول لأ البرنامج اغني بقى كده بركة في المال ربنا اوفر لك الفلوس اللي بتدفعها في مادة اللغة العربية الانجليزية الرياضيات ماشي وانت بتتفرج على برنامج مدرسة على الهوى برنامج مدرسة على الهوى ده بركة في المال ليه لانه بيخليك انت كطالب ما بتاخدش درس تتابع البرنامج بتاعنا ربنا يبارك لكم في ايه في المال السؤال اللي بعد كده ماذا افادى تنكير كلمة صدقة افادى العموم والشمول لكل انواع الصدقات لان احنا قلنا الصدقات انواع قلنا في صدقات قولية زي الكلمة الطيبة وقلنا في صدقات فعلية اننا بفعلها زي البسمة في وجه الانسان وهنشوفها معنا مضا انواع الصدقات وده السؤال اللي بعد كده الى ما يدعونا الحديث يدعونا رسولنا وده الشرح بتاع الحديث صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف الى ثلاثة انواع او ثلاثة اشياء مهمة يجب على الإنسان المسلم وغير المسلم أن يتحلى بها وهي الصدقة والعفو والتواضع وإذا انتشرت هذه الصفات في مجتمع من المجتمعات يرقى هذا المجتمع لا تجد فيه فقيرا وغنيا بل بالعكس استجد الناس كلهم أغنياء لن تجد فيه أحقاد ما أنت كل ما هتعفو عني كل ما أنا هحبك كل ما أنا وانت 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 هنعفو الفوضى هتقل التواضع كل ما هنتواضع كلنا هنحب بعض وهتسود المحبة وهتسود الرخاء في المجتمع وده حديث صغير في المعنى صغير في الكلمات كبير وعظيم في المعنى له جلالة عظيمة في المعاني اللي موجودة عنده هذه الصفات الثلاث إذا تجمعت في مجتمع واحد شوف المجتمع ده بعمل إزاي مجتمع هيسوده ما هو كسرت الصداقات يعني أنا هتفعل فقير يعني مش بقي فيه حد فعيد لأن الأغنية كتير والفقراء كتير لما الغاني يدي للفقير الفقير مش يحتاج وفي نفس الوقت مش يحقد علي يعني الغاني لما يدي للفقير الفقير مش هيبصوله في ماله مش يحقد عليه لما أتواضع مع الناس الناس هتحبني مش هتحقد علي فهو إيه اللي بيولد العنف الحقد عدم وجود المال الفقر عدم التسامح لما لقيك انت ما تسامحتش معنا النهاردة هجيب لك اللي أقوى منك إن هو يجيب لي حقك حق منك يبقى هو دي ثلاث صفات والله لو اجتمعت في أمة واحدة في مجتمع واحد لزاد الرخاء وانتشر الرخاء وانتشرت المحبة وزاد كل حاجة حلو اجتمع كل مليان بالقرار نشوف السؤال الأخير ما أنواع الصداقات اللي احنا قلناها أنواع الصداقات قلنا بالمال بجهد الإنسان كمساعدة الآخرين إن أنا أساعد غيري في قضاء حوائج الناس إن أنا ربنا سبحانه وتعالى يسخرني إن أنا أقضي حوائج الناس الكلمة الطيبة صدقة إنك تقول كلمة حلوة للناس صدقة التبسم في وجه الناس صدقة إماطة الأذى عن الطريق صدقة كده أعتقد إن احنا نكون ألمينا بكل شيء موجود في الحديث نروح بقى بعد كده إلى القصة بتاعتنا اللي احنا سيدناها شوية خدنا فصل إن شاء الله بإذننا النهاردة نحن ناخد الفصلين العنوان بتاع الفصل بتاعنا النهاردة عقبه عفوا في طريقه إلى برقة طبعا إحنا عارفين إن بعد فتح مصر سيدنا عمر بن العاص ويف قدام البحر المتوسط وبدأ يفكر يا أنا خدت مصر مصر قلب العرب مصر اللي أنا خدتها من إيه من فم الأسد من الروم طب هل الروم هيسكتوا لا أكيد الروم هيحاول إن هم يرجعوا تاني إن هم ياخدوا حقهم في مصر يبقى أنا لازم أأمن أنهي حدود أنا عندي من مصر للشام تبع الدولة تبع الدولة الإسلامية يبقى أنا عندي الجزء اللي هو الغربي اللي هو منطقة إفريقية اللي هو قطر التونسي دي تبع مين لسه مزالت تبع حكم الرومان يبقى أنا لازم إيه الجزء ده اللي هو شمالي اللي هو يمنك ومنتو شمالي أنا اللي هو الغربي لازم أأمنه من أجل مين من أجل المحافظة على مصر ومحافظة على ممتلكات الدولة الإسلامية طب أعمل إيه بقى أول منطقة قريبة مني هي برقة طب هل أنا أقدر أروح أخد جيش وأطلع على برقة لا لازم أخد إيه أجيب مجموعة استطلاعية فوقع اختيار عمر بن العاص على بطلنا ودي كانت أول مهمة غير أول قيادة أول مهمة يتم تكليف عقبة بها هو مجموعة أو مهمة استطلاعية إلى فين إلى منطقة برقة تعالوا نشوف الأسئلة اللي معانا بدل ما نحرق الجزء ده من القصة ونشوف بيقول إيه ما الذي كان يشغله فكرة عمر بن العاص بعد أن أتم فتح مصر كان يفكر في تأمين حدود مصر الغربية حتى لا يفكر الروم في غزوها من هذه الناحية اللي إحنا عارفين طبعا أنا على قد كده هرسم خريطة مصر أدي إيه أدي خريطة مصر أهي أهي ودي خريطة مصر ماشي أنا عندي الجزء ده اللي هو الشام لغاية مصر ده تبع مين تبع الدولة الإسلامية تبع عمر بن العاص طب الجزء الغربي اللي هو من هنا اللي هو بقى من إيه من عند ليبيا كده اللي إحنا بقول عليها ليبيا الجزء ده كان اسمه القطر التونسي القطر التونسي وكان يسمى إفريقية مش إفريقيا إفريقية الجزء ده مين اللي بيحتله الروم يعني الجزء ده اللي كان بيحتله عندنا الروم فأنا لازم أأمن الجزء لأن الجزء دون هو الخطر اللي بيواجه مصر فلازم أأمنه فأنا عندي جزء هنا منطقة اسمها برقة فاختار عمر بن العاص عقبة بن نافع أنه يروح إلى مهمة إلى هناك نشوف السؤال بيقول إيه معانا في الجزئية دي ما المهمة التي اختار عمر بن العاص عقبة لها قال لي إيه هي الإجابة أن يذهب في سرية إلى برقة يذهب في سرية وقلنا مكتوب أن سرية أو معروف أن سرية هو عدد من الجنود يتراوح ما بين الست أفراد أو الأربع أفراد إلى ربعمائة فرد طبعا أكيد اللي هو رايح مهمة استطلعية مش يبقى العدد للدرجات دي مش تدرجة ربعمائة إلى برقة ويستطلع أحوال أهلها ويستطلع أحوال أهلها فإذا كانت مطمئنة مطمئنة لإيه يعني عايشين حياة سعيدة لا مطمئنة بالنسبة إن إحنا نقدر إن إحنا نخش فيها يعني الجو مهيع إن إحنا نقدر نخش وإيه ونروح بجنودنا ونفتح برقة صار إليها عمر بن العاص بجيش من خيار الجنود يعني أفضل الجنود وقام بفتحيها ونشر فيها الدين الإسلامي طيب سرة عقبة بهذه المهمة لأن كان سنه كامل 23 سنة لسه صغير خالص يعني يعني لسه شاب لسه متخرج فورا من الجامعة طبعا كان جامعة إيه الجامعة الإسلامية جامعة إيه؟ جامعة الجيش الإسلامي أو إيه؟ أو الدين الإسلامي متى خرج عقبة بن نافع لتنفيذ المهمة التي اختاره لها عمر عندما أدن المؤذن لصلاة الفجر في اليوم التالي وأدى المسلمون الصلاة كان عقبة بن نافع وعدد صغير من المجاهدين في طريقهم إلى برقة الناس بتصلي والراجل طلع جاهد طب هو ساب الصلاة ليه؟ أكيد صلاة في المنطقة صلاة في الطريق صلاة المسافر طيب وصل عقبة إلى فين؟ إلى برقة كيف قابل أهل برقة عقبة بن نافع؟ أو ما قابلوه بكل ترحاء وأحسنوا مقابلته طيب الكلام ده بيدل على إيه؟ طب أنا دلوقتي معروف إن ده هيجي يفتح البلد اتعملت معاملة مكويسة يبقى أنا بكره الحكم اللي موجود في البلد يبقى على ما يدل دخول أقبة وما معه برقة ونزلوهم ضيوفاً على أهلها على ما يدل دخولهم بكل سهولة وبكل يسر قال لك يدل على كراهية أهل برقة للحكم البيزنطي وعدم إحكام الجيش قبضته على البلاد وعدم سيطرته عليه ما هو لو الجيش الرومي الروماني أو الجيش البيزنطي كان مسيطر على الدولة أو مسيطر على حدود برقة ما كانش يقدر أقبة من نفع ان هو ايه ان هو يخش نروح بعد كده للسؤال اللي بعد كده لماذا كان أهل برقة يقرهون الحكم البيزنطي هنقول ده سماء ودامي ييجي في المتحط على طول كثرة الضرائب المفروضة بفروض عليهم ضرائب بشعة جدا قلة الأجورة التي يتقضونها عدم وجود قوانين تكفل لهم حياة أمينة مستقرة كانوا عاشين دايما في الصراعات اللي بيسرق يسرق ومحدش بيعقبه واللي بيأتي البيت محدش بيعقبه انتشار الغارات والنهب بين القبائل كثرة المعارك بين القبائل والروم آخر سؤال ما أثر مساوى الحكم البيزنطي تبرد عدد كبير من القبائل على الحكم البيزنطي فحاول الروم إحكام هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء القبائل ويكون تحت قوتهم فنشفت بينهم أو تحت سيطرتهم نشفت بين الفرقين معارك راح فيها كثير قوي من الضحايا وده الجزء بتاعنا اللي هو بتاع القصة وقتنا فات بسرعة كنت أتمنى أن ننعود معكم أكتر من كده لكن الحمد لله احنا خدنا فصل من القصة وخدنا حديث كده نكون وصلنا نهاية حلقتنا أتمنى يا رب كلنا إن شاء الله بإذن الله نكون استفدنا من الحلقة وأنا على موعد معاكم يوم الاتنين اللي جاء إن شاء الله قبل دلوقتي بنصف ساعة أشوفكم وإلى لقاء في حلقة جديدة ومدرسة على الهواء